قادر الآن الحكومة العراقية على مواجهة الفصائل المسلحة التي تعتبرها خارج نطاق الدولة؟ أكيد ندرك أن الوضع صعب للحكومة العراقية والحكومة تواجه تهذية كثيرة مهم في رأيي أنه سيكون في استمرار لهذه الجهود من قبل المجتمع الدولي عندنا شراكة بين الحكومة البرطانية والحكومة العراقية في هذا المجال في دعم من التحالف الدولي لمهاربة داعش وأيضا في دعم من حلف النيتو في هذا المجال وأني أتمنى أن هذا التعاون سيستمر في المستقبل بس أيضا مهم في رأيي أنه سيكون في دعم لهذه الجهود من البلدان المجاورة في الشركة الوسطة لأنه للأسف من زمان كان في دعم من بعد هذه البلدان للفسائل المصلحة خارج سيطرة الدولة بس أنا أتمنى أنه في المستقبل رح يكون في دعم للاستقرار في الإراك ولمواسسات الدولة إيران؟ أكيد كلنا نعرف أنه من زمان كان في دعم وتمويل من قبل إيران لهذه الفسائل خارج سيطرة الدولة أنا سمعت من الحكومة الإيرانية أن إيران تريد استقرار وآمن في الإراك فأني أتمنى أنه في المستقبل رح يكون في تغير في الدعم والمساندة من إيران وإن شاء الله رح يكون في دعم للدولة الإراكية ومولي الفسائل المصلحة خارج سيطرة الدولة موسيقى